السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم من سلسلة أبطال في الذاكرة واللي ستتمحور حول البطل المحبوب عند الكثير من الناس لأخلاقه العالية وحتى لا ننسى أبطالنا خصوصا الأبطال اللي يعرفون القليل من الناس فاليوم سنتحدث عن بطل معروف عن رياضي الموايطاي والكيك بوكسينغ والفول كونتاك والفنو القتالي المختلطة البطل دي لهذا الفيديو سيكون هو توفيق الإعقوبي توفيق الإعقوبي تزال اليوم التاسع من شهر 6 1987 وانشأ بمدينة سلة بوسط عائلة رياضي ومن بعد ما كان كيمارس كورة القدم كهاوي التحق بالجمعية المغربية اللي بدأ فيها الفول كونتاك والكيك بوكسينغ مع الأستاذ راشيد بصراوي كذلك كهاوي ولم يكن يظن أنه في يوم من الأيام غيكون بطل من الأبطال الكبار فضل رياضة من بعد ما غلقت هذه الجمعية الأسباب معينة لتحق الأستاذ راشيد بصراوي ومجموعة من الأبطال اللي كانوا كي يتدربوا عنده إلى جمعية البصاط المغربي واللي من ضمن هذا الأبطال توفيق الإعقوبي وهذا شوق سنة 2012 هنا توفيق الإعقوبي غير اللي يتمرن على الفنو القتالي المختلطة كذلك مع الأستاذ محمد أوجاع وغادي سير كي يتمرن بصفة يومية حتى غادي برز كبطل داخل الجمعية وهذا نتيجة تحمله جميع تدريبة الشقة وانضباطه واستمراريته وغادي شارك بأول بطولة للمغرب بالقنايطرة واللي غا تكون نهائية ديالها بمراكش سنة 2013 وغادي يفوز بها عن جدارة واستحقاق وفي 2014 سيتم استدعاؤه من المنتخب الوطني وغادي تتوالى الألقاب لقب بعد لقب ففي سنة 2014 حصل على بطولة المغرب للفول كونتاك والكيك بوكسين وكذلك كأس العرش وبطل للعرب في الموايطاي لنفس السنة وفي سنة 2015 حصل على بطل للمغرب للكيك بوكسين والموايطاي وكذلك كأس العرش إلا أنه غايتصاب على مستوى الرقبة يوم 29 من شهر 5 2016 وغايتكون بداية العرقلة أمام المصار الرياضي دياله هذه الإصابة ما وقفتهش مباشرة لأنه غايتشارك بها في بطولة العرب اللي تقامت بالأردن وغايتحصل وهو مصاب على بطل للعرب وكذلك غايلعب البطولة الإفريقية وغايتحصل على بطل إفريقيا وغايتأهل بهذه البطولة الإفريقية اللي كانت بطولة إفريقيا وإقصائية كذلك التأهل لبطولة العالم ببيلاروسيا وغايلعب بطولة العالم ببيلاروسيا بركبته المصابة وغايتحصل على الرتبة الثالثة ولولا الإصابة لكان الأمر مختلف وكذلك في 2017 غايلعب بطولة العالم ببولونيا وغايتحصل كذلك على الرتبة الثالثة وتوقف الإصابة هذا البطل بعد أن صار لا يستطيع التدرب على هذه الركبة هذا البطل الطموح الذي كان يستحق أكثر من هذه الألقاب لأن كل ما ذكرناه كان مجرد بداية كان مجرد بداية في طريق هذا البطل وأرجو من الله أن يسر له سبو العلاج أو أن تكون هناك التفاة من الجهات المعنية لعلاج هذا البطل لأنه ما زال عنده ما يعطي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته